وفي موضوع ذي صلة وفي إطار الحملات التعبوية للقمة العربية تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي القمة بكثير من الاحتمام رغم اختلاف مشاربهم بعيدا عن التفاؤل أو التشاؤم بنتائجها إلا أن الكل مجمع على ضرورة إنجاحها أسهب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن القمة العربية وتناولها من زوايا الشتاء والكل مجمع على مفصليتها وضرورة إنجاحها انطلاقا من تقاليدنا الاجتماعية ومبادئ ديننا الحنيف ودون أي اعتبار سياسي كان يجب أن نستقبل أشقاءنا العرب بكل ما يلوق بهم من الترحاب وكرم الضيافة هكذا قرد أحدهم الشيخ صدي عبدالله تساءل لماذا لا تحول جدران العاصمة الدخنة والتي توحي بمنظر متسخ وإي الحضاري إلى لوحات فنية تعبر عن تراثنا وتنوعنا الثقافي بحيث تكون فرصة لفرض هذا التراث والتنوع على الكاميرا وعلى الأقلام الصحفية التي ستنبهر لا محالة بجمال الصرة وضخامة الألوان أما اسماعيل فقد قال إن قمة واكشوت الأولى للجامع العربية ستكون ناجحة وفيصلا في نظر القوم إلينا ونظرتهم لأنفسهم وللعمل العربي المشترك علقوا ونظروا ونكئوا وتشفوا كيف ومتى شئتم وهددوا وتوقعوا الشر لنا ولقمتنا لكننا سنظل جمهورية إسلامية عربية إفريقية مستقلة وسننجح في تنظيمها وتنظيم أيرها وسنتسامى عن زقزقات المرجفين وتمتمات المشاككين أما البشير عبد الرزاق فقد ذهب إلى رمزية القذافي في القمم العربية الماضية إذ قال إنه ظل نجما للقمم العربية المتتالية حيث استطاع الرجل بخرجاته المضحكة حتى السعال أن يكسر رتابة ورسمية تلك الاجتماعات كما كان دخان سجاره الكوب الفاخر يغلب دائما على رائحة بيانات التنديد والشجب التي كانت تصدر عقب كل قمة ثم بعث برسالة إلى معشر الصحفيين الأحياء منهم الأموات قائلا من فضلكم لا تفضحون اسمها قمة نواكشوط الغربية أو قولوا أيضا أنواكشوط الغربية عاصمة العرب نحن في الجنوبية وجراننا في الشمالية لا شارع لنا ولا رصيف ولا حتى عمود طاقة شمسية في هذه القضية